صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا بابن جاة الأمة سيدي لأن دبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دماء يا عبرة كل مؤمنين ومؤمنا يا رحمة الله الواسعة ويا بابن جاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم لله لله يوم ابن البتول فإنه أشجى البتولة والنبي وحيد رايا فهوى على وجه الثراء روح الفداء لك أيها الثاوي على وجه الثراء حسين هلواء فاك جدك زائراء ورآيك مقطوع الوتين معايا يا فرايا أم هل درابك حيدر في كربلا فاردايا ينصري عن أما يا درابك حيدر في كربلا يا مولانا الكل يشتركن بالعزاء جزاكم الله خير وعزاء الحسين ما بي وقار ارفع صوتك وياي يا حسين هلواء فاك جدك زائرا ورآيك مقطوع الوتين معايا يا فرايا أم هل درابك حيدر في كربلا فردايا فردا صريعا داميا أما يا درابك يا من مبلغ الزهراء النسلي لها عرين ثلاثا بالعراء لم يقبر يا آلم أنس زينب وهي تندب ندبها يا كافل يا الأيتام يا غوثاء يا أهل ورايا سحرتني أذللتني يا طود عز كان لي سام الذراء لم أدر من أنعاه يومك يا حما لم أدر من أنعاه يومك يا حما حرمي ويا كهفي إذا أنعاه خطب جراء لإخوتي أنعى أم لبناء عمي الطيار أو أنعى علي الأكبر إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتهم أنا ومن اتبعني هذه الآية المباركة رقم 108 في سورة يوسف جاءت ضمن سلسلة من الآيات في أواخر هذه السورة أو في آخر هذه السورة من تقريبا من من الآية رقم 103 إلى 111 إلى آخر السورة تتحدث عن الدعوة إلى الله وعن بعثة الأنبياء وعن التوحيد الخالص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى غاية دعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد وإذا جناب الأخوة ممن يحضر في كل ليلة سمع في هذا المجلس ومن ما تعلمون وتعتقدون به أن هناك حديثا قدسيا ذكرناه أكثر من مرة بأنه كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق هذا الخلق كله مخلوق مخلوقا لكي يعبد الله ما من شيء في هذه الدنيا ما من شيء في هذا الملكوت إلا وهو من من يعبد الله ويسبح ويقدس ولكننا لا نفقه تسبيحهم ما من شيء إلا يسبح ولكن نحن لا نفقه هذا التسبيح أسأل بعض لعله يسأل يقول يا الإنسان أو الحيوان بصورة عامة يعني من فيه حياة يمكن أن يسبح يمكن أن يقدس الحجر غير من الجماعة كذلك نقول حتى الحجر وحتى ولكن لا نفقه ذلك التسبيح لأن العموم ما من شيء يشمل عموم مطلق ما عندنا استثناء بالموضوع يعني مرة يجينا عموم في مسألة معينة وهناك استثناء فإذا جاء استثناء نستثني من ذلك العموم ما يمكن أن يستثناء إلا أنهم ما من شيء ما قال ما من مخلوق ما من شيء وما من شيء أعم أصلا من المخلوق يعني هو كل شيء مخلوق ما عندنا شيء غير مخلوق ما عندنا شيء غير مخلوق ولكن إجمالا أو تفصيلا في هذا المعنى حينما يقال ما من شيء حتى لا يخطر على بال أحد أن هناك ما من شيء يستثني مثلا الحجر أو الجماد عن بقية المخلوقات الأخرى من الحيوان أجلكم الله ومن النبات ومن غيره التي يدب فيها الحياة باعتبار النبات يدب فيه الحياة والحيوان كذلك يدب فيه الحياة فلذا أو تدب فيه الحياة فلذا يسمى فقد يشتبه البعض أبدا كل اشتباه ماكو كل قضية ما عندنا ما عندنا استثناء أبدا ما من شيء ما من شيء ولكننا لا نفقه هذه التسبح حتى تقرأ في الدعاء دعاء الافتتاح هذه الأيام هذه أدعية شهر رمضان ومن يسبح في غمراتها بعضهم يقرأ ومن يسبح في غمراتها لا من يسبح في غمراتها تشمل اللي يسبح واللي ما يسبح يعني تشمل كل مخلوق موجود وكل موجود في هذه البحار هذه البحار ومن يسبح في غمراتها الأغلب يقرأ ومن يسبح في غمراتها يسبح يعني السمك وغيره ولكن يسبح هذه يعني أشمل وأكثر تعطي معنى أكثر فلذلك الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا وما خلق شيئا إلا لإظهار قدرته جلت قدرته إلا لإظهار عزته ولإظهار ملكه ولإظهار ما يمكن أن يوصف به من العظم في كل ما يمكن من وصف وما يمكن لنا من لفظ نقرب به المعنى لأن الوصف الذي نطلقه على الباري عزت قدرته إنما هو غيره حينما نقول أن الله تبارك وتعالى قوي إن الله مثلا حي عليم سميع بصير هو غيره ولكن هذه ألفاظ تقرب لنا المعنى من خلالها نفهم أن هذه القدرة طبعا كل هذه الصفات ناتجة عن القدرة يعني أصلها القدرة والقدرة أصلها الحياة يعني هناك مثلا من يتحدث في صفات الباري جلت قدرته ويقول هناك صفات فعلية صفات ذاتية وإلى آخرها علماؤنا يتحدثون طبعا كل المذاهب الإسلامية عدها هذا الحديث الصفات الذاتية والصفات الفعلية قد نختلف ببعض التسميات قد نختلف ببعض المسميات إلا أنه نحن نختلف عن كل المذاهب العقدية في قولنا أنا لا أريد أستعرض الآن هم شيء ماذا يقولون ونحن ماذا نقول إلا أنه نحن على خلاف معهم على أقل تقدير على خلاف واضح مع الأشاعرة في قضية العقيدة أنا ما أتحدث أنا عندي خلاف عندي مشكلة أنا ما عندي مشكلة ويأحد أنا عندي في عقيدتي صفاته عين ذاته وأجي أبين شنو صفاته عين ذاته هم يقولون صفاته غير والذات غير يعني الذات قديمة والصفات قديمة فهذا يورد عليهم إشكال الاثنينية كما أنه يورد هذا الإشكال على المسيح أتباع المسيحية الذين يقولون بالتثليث هذا نفس الفكرة لأنهم يقولون الصفات قديمة الصفات قديمة والذات قديمة يعني صارن اثنين صارت اثنينية بينما المعتزلة يقولون أن الصفات والذات هي نفسها صفاته عين ذاته ونحن كذلك نقول صفاته عين ذاته الفرق بينه بين المعتزلة شنو طبعا المعتزلة مذهبهم العقد هذا ولكن في مذهبهم الفقه هم محنابلة أو حناف أو غيرها من المذاهب الأخرى المذاهب الأربعة الموجودة الفرق بينه بين المعتزلة شنو ناس طبعا على اختصار هذا بحث عميق جدا وبحث فلسفي ولكن باختصار الفرق بينه وبين المعتزلة شنو الفرق بينه وبين المعتزلة المعتزلة حينما يقولون أن صفاته عين ذاته يعنون بها أن هناك وجود حقيقي لتلك الصفات يعني لما نقول قوة أكو قوة ولكن متحدة مع الذات لما يقولون أكو حياة يعني حياة متحدة مع الذات لما يقولون إرادة متحدة مع الذات هذه بمعنى صفاته عين ذاته إحنا لما نقول صفاته عين ذاته لا نقول بوجودها لا نقول بوجود هذه الألفاظ إنما لتقريب المعنى زين ما معنى إذن هذا ما الذي نقوله نقول متى ما أرادها كانت متى ما شاء الله تبارك وتعالى متى ما شاء الأمر شاء خلاص أكو فرق زمني بين الإشاءة وبين التنفيذ أصلا هذا معدوم ما كو فرق بين الإشاءة وبين التنفيذ أو بين الوجود متى ما أراده كان متى ما أراده كان ولذا لما تجي إلى الآية المباركة سبحانه إذا أراد شيئا أمره شيئا أن يقول له شنو كن فيكون علماؤنا يناقشون بهذه الكن هذه الكن اللي هي حرفين اللي ما تأخذ جزء من الثانية أو تأخذ ثانية وحتى هذه الكن ما إلها وجود حتى هذه الكن ما إلها وجود لأن ما أراده الله تبارك وتعالى كان بلا كيف وبلا زمن وبلا أصلا هذا كل ما إذا غاية الأنبياء غاية الرسل الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى عبادة خالصة عبادة مستقيمة عبادة لا يشوبها الشرك وحينما أقول لا يشوبها الشرك السيدي واحد يقول لي هل يمكن أن تجتمع أو يجتمع الإيمان مع الشرك لأن الآية التي قرأناها في بداية الحديث يقول وسبحان الله وما أنا من المشركين الله تبارك وتعالى يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ما أنا من المشركين شنو الدعوة إلى الله شنو من المشركين شنو مولانا هل يجتمع الإيمان سؤال هل يجتمع الإيمان مع الشرك بالحالة الطبيعية لا يمكن يعني نقيضان والنقيضان لا يجتمعان على تعبير المناطق يقولون النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نقيضين عندك أبيض وعندك أسود يصير تخبطهم مع بعض سر ما دي بعد لا يبقى الأبيض ولا يبقى الأسود نار وما يجتمعان ما يجتمع كذلك الشرك مع الإيمان لا يجتمعان إذن ما المراد وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون وما يجب القرآن ما المراد من عنده هذا يقولون أن علماءنا خاص صاحب الميزان يذهب إلى هذا الرأي يقول هذه القضية قضية نسبية في بعض الأحيان في بعض الأحيان يتعلق القلب يعني نسبية شير من عنده يقول مثل البعد والقرب البعد والقرب نقيضان البعد والقرب نقيضان لو لا نقيضان ما يصير واحد هم بعيد هم قريب يعني أنا الآن قاعد هنا في هذا المكان في كربلاء المقدسة النجف إلي نسبة النجف إلي مثلا مرة تكون قريبة ومرة بعيدة مرة بعيدة نسبة إلى طويريج بعيدة النجف طويريج أقرب مرة النجف تكون قريبة نسبة إلى البصرة نسبة إلى البصرة وهكذا قضية نسبية قضية نسبية يقول الإيمان والشرك كذلك هو مؤمن بالله تبارك وتعالى ولكن تراه فيما يتعلق ببعض الأمور يتجه إلى مخلوق من المخلوقات هو يقرأ إن العزة لله جميعا مثلا كنا نقرأ العزة لله جميعا ولكننا نرجو الوجاه والعزة من من؟ من الناس من بعض الناس نقرأ بأن الرزق وكله بيد الله تبارك وتعالى وأنا أجي مولانا أحاول أن أتملق إلى فلان إلى زيد وإلى عمر من الناس حتى أنه أعتقد أنه رزقي حدة هو اللي يرزقني الله هو الرازق الله هو الرازق الله هو العزيز من أراد العزة فليذهب إلى الله هو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهو يعتمد على أصحاب القوة وأصحاب العضلات وأصحاب الجاه وأصحاب ما أعرف كيف ينطلق النبي طبعا هذه مجموعة من الآيات بضمنها هذه الآية 108 من سورة يوسف يقول قل هذه سبيلي سبيلي شنو معنى؟ معنى هذا الطريق السبيل هو الطريق أنا هذه طريقتي أنا هذا الطريق الذي من خلاله أدعو لمن إلى الله أدعو إلى الله دعوة النبي إلى الله ماذا تعني؟ تعني العبادة المطلقة يعني تعني عبادة التوحيد المطلقة العبادة دون شريك العبادة بتوجه كامل العبادة بكل ما تعني الكلمة من عبادة بالصورة التي قلناها قبل قليل اللي هي شنو أني أعتقد بوحدانيته وبقدرته وبكل ما يمكن أن يتعلق بالتوحيد بتوحيد الله تبارك أوت ولذا كانت المقدمة في التوحيد لأن الدعوة دعوة الأنبياء إلى التوحيد دعوة الأنبياء إلى التوحيد دعوة إبراهيم دعوة موسى دعوة عيسى دعوة نوح كل من دعا إلى الله من الأنبياء كانوا من أهل الناس من أهل القرى كما يعبر عنهم القرآن الكريم في نفس الآيات من أهل القرى من الناس يدعون إلى عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد عبادة لا شرك فيها طبعا كما بينا قبل أيام أن هناك اختلاف بالتشريع اختلاف بالتشريع ولكن في المنهج منهج العبادة والتوجه إلى الله أو في المنهج التوحيد لله تبارك وتعالى هذا ما بخلاف كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا وآله يدعون إلى الله إلى وحدانية الله تبارك وتعالى بلا اختلاف نهائيا هذا التوحيد هذا التوحيد الذي يتحدث عنه النبي ويقول هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا هذا طريقي على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني المشكلة وقعت وين؟ هنا أنا ومن اتبعني ومن اتبعني هذه صار بيها نزاع مولانا نزاع شديد ونزاع كبير ليش هذا النزاع الناس فهموا من هذه العبارة الإطلاق يعني كل مسلم كل مسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وآله ولو سورة هذا يدعو إلى الله هسه يا بمو سورة عده إيمان جيد عنده قلب جيد ولكن هو قادر على الدعوة إلى الله لو لا يقولون بل كل من ومن اتبعني يعني كل من أسلم ويايه ذوله لهم نفس القدرة على إيصال المطالب وإلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولذا عندنا يعني ما يعني أنا أقول حديث ومو حديث يعني بعض الألفاظ تفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله هسه يا بمو تفترى حتى لا حد يزعل عليه غير ثابتة أنها عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا مثلا نجيب فد حديث ينقل أو ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله طبعا أنا لما أقول ينسب أو أقول يفترى لأن النبي أنا ما أريد أطعن بأحد حقيقة بيني بين الله يعني كل واحد إلى رأيه وبين الله هم يحاسبون وأنا هم أحاسب مثل ما أنا أقف في يوم الحساب باعتقادهم هم يقفون للحساب بمعتقدهم ولكن النبي صلى الله عليه وآله ضرب لنا مثلا وأعطى لنا ميزانا من خلاله نميز المفترى من غير المفترى يعني مثلا خل أضرب لك مثال الإمام الجواد هو يدلنا على هذه هو يعطينا هذا الميزان الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام أراد طاغية زمانه المأمون أن يحرج إحراج الإمام الجواد تعلمون أن الإمام الجواد استلم الإمامة يعني انفرد بالإمامة وهو يعني في مقتبل العمر ولكن عمرهم لا يقاس بأعمار الآخرين مولانا يحيى ابن أكثم أراد إحراج الإمام الجواد بأمر من المأمون سأل سؤال وهذا السؤال موجود في كتب التاريخ أنا رح أذكره كما هو لأنه موجود في كتب مو فقط كتبنا وينقل هاشم معروف الحسني في سيرة الأئمة الاثني عشر وفي غير من المجلدات الكتب التاريخية يسأله يقول له ما رأيك أو ما تقول فيما نقل عن أن جبرئيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا صلى الله عليه وآله وآله من عندي وإلا يحيى بن أكثم ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرئيل نزل عليه وقال له إن السلام يقرئك السلام ويقول لك إني راض عن أبي بكر فاسأله هل هو راض عني أم لا هذا يعني حقيقة هو موجود عندهم هذا الحديث الإمام الجواد هم أجابه بطريقة علمية لا جرح فيها ولا أدنى مسألة أعطاه ميزان أعطاه ميزانا وأعطاه مقوم لما يقول وهذا الميزان أنا أحتاجه وأنت تحتاجه وفي كل العالم يحتاجه على مدل يعني ما بقيت الدنيا الإمام الجواد التفت لهذا الرجل ليحياء ابن أكثر قال له لست بناكر لفضلي فلان أنا ما رح أنكر الفضل عنده فضل أو ما عنده أنا مشغلي هذا شغلي بالحديث شغلي بما ورد بما قلت أنه نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله قال أَوَفَاتَكَ أَوَفَاتَكُمْ مَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله تبعاً الإمام الجواد لما يقول ما ورد عن رسول الله يعني قاله النبي حتماً بلا أذنى شيء أَوَفَاتَكُمْ مَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم في منه في منه يعني أثناء الحج أنه لقد كثرت علي الكذابة قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد كثرت علي الكذابة هذا الحديث كثرت علي الكذابة كثرت علي الكذابة إنه بش وقت راح للحج يعني قبل وفاته بسنة قبل وفاته آخر هو مرة وحدة يعني قبل أشهر من وفاته لقد كثرت علي الكذابة وستكثر من بعدي زين انتهى الحديث لا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في نفس الحديث فما جاءكم عني بما أنه علي كذابة مجددا يفترون علي وبعدهم راح يكثرون مولانا فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فخذوا به وإلا فضربوه عرض الحائط أو فاطرحوه على اللفظين موجود على اللفظين موجود إن وافق فخذوا به وإلا فاضربوه أو فاطرحوه وهذا وما ذكرت من حديث لا يتناسب والقرآن قال له هذا اللي أنت ذكرت الآن ما يتناسب والقرآن قال له كيف ذلك قال الله تبارك وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أفخفي على الله ما في قلب أبي بكر طيب هذا واضح واضح الافتراء فإذن هذا الميزان مولانا هذا الميزان هذا الميزان الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله ويؤكد عليه الإمام الجواد أعدنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام الصادق ما جاءكم عنا عنا شنو بعد يعني عن النبي عن الزهراء عن أمير المؤمنين عن المعصومين كلهم الأرباط عشر ما جاءكم عنا فعرضوه على كتاب الله فإن وافق فخذوا به وإلا فاضربوه عرض الحاة أو فطرحوا فإذا أنت أي رواية تجيك لابد لك من عرضها على القرآن فإن وافقت فخذ بها وإلا فطرحها زين لما نقول أو حينما نقول أن الآية تشمل كل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومن اتبعني بلا خصوصية بلا يعني بلا يعني بلا عزل لبعض الفئات بلا مثلا لا كل من اتبع النبي أقول هم هم جاءبوا رواية أو حديث يعني ينسبوه للنبي ليش أقول ينسبوه لأنه لا ينسجم مع القرآن هذا واضح يعني بعد من البيان اللي بيناه بعد إن شاء الله واضح يقولون أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اقتديتم هذا مولانا أصلا باطل وبالنجم يهتدون العرب مولانا كانت وكل العالم لما يهتدي بنجم واحد مو كل النجوم مو كل النجوم القرآن الكريم لما يتحدث عن الهداية بالنجوم بالطرق يعني لما كانوا يسافرون يخلون نجمة وحدة مو كل النجوم إذا كل النجوم دولا يصيرون بمتاهة بعد وين يرحون يعني هذه النجمة تودي يمنى وذاك تودي يسرى وذي ومو كل نجمة يهتدي بها إلى الطريق لا كانوا يخلون نجم واحد عندهم إشارة علامة أن هذا النجم باتباعه يوصلك إلى الشام هذا النجم يوصلك إلى القسطنطينية مثلا هذا النجم يوصلك إلى ولم يكن النجم يكون هاديا أبدا على الإطلاق فلذا أنا أقول أنه هذا ينسب أو أنه مفترى لأنه لا ينسجم مع القرآن الكريم وهو خلاف القرآن الكريم بعد فولانا الله تبارك وتعالى على لسان النبيهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله يقول ربي إن قومي حافظي الآية اتخذوا هذا القرآن شنو مهجورا هذا الذي يتخذ القرآن مهجور يصلح أن يهدي إلى الله لا يصلح أبدا إذن قسم أنا ما أقول كل قومة قسم منهم لا يمكن لهم تحمل هذه المسؤولية هذه مسؤولية الأنبياء هذه مسؤولية الأوصياء هذه مسؤولية من اجتب الله تبارك وتعالى على وهداه زين مولانا ليش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ليش مولانا كل موجودين دولا كلهم يدعون إلى الله بعد علي من أنا أموت ميتة جاهلية لا إذن هناك واحد يدعو إلى الله هناك طريق واحد إلى الله هذه الطريق هذه الطريق لابد من من يسلك هذه الطريق أو من يهدي لهذه الطريق أن يكون على ماذا على دراية بكل ما أراد الله تبارك وتعالى يكون على بصير كما النبي على بصير على بصير شنو على بصير مولانا البصيرة هي الإدراك الإدراك القلبي مفقط الإدراك العقلي مولانا قلنا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر ومع الشرك يمكن هذا المعنى ولكن إذا كان في القلب بصيرة بعد ما يجتمع الإيمان مع الكفر لأنه صار على دراية صار عند إدراك فإذا صار الإدراك واضحا عند الإنسان بعد هذا ميتيه ميتيه ولذلك شوف مولانا القرآن الكريم لما يتحدث على بصير يعني يقول أن هناك من هم على دراية وعلى إدراك كامل هم من سيدعون إلى الله بعد النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله بالتالي يتبعون من يتبعون الأنبياء يتبعون الأولياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتعالى مولانا اضرب هذا المثل أو هذه الأقوال التي أنا قلتها أو طبقها على سيرة أئمة أهل البيت سلام الله عليه شوف أكو واحد دعا لنفسه أكو واحد دعا لنفسه أكو واحد راد ملك من عدهم أكو واحد راد من عدهم سلطان أكو واحد من عدهم راد جاه على هذا الموضوع أبدا كلهم يدعون إلى الله وشلون دعوة إلى الله على بصيرة على بصيرة على بصيرة يعني شنو يعني عالما مدركا لأوامر الله تبارك وتعالى صل على محمد وآله ثلاث مرات لأسيما أن الآية جاءت في سياق دعوة الأنبياء إلى الله فإذن دعوة من استفى إلى الله هي خط مستقيم لا يمكن أن ينزح عنها أحد أبدا هناك من الناس ممن تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا يفرق في الحكم بين آيات القرآن الكريم يعني مثلا الخليفة الثاني الخليفة الثاني هو يقول وفيما ينقلون عنه في كتب العامة والخاصة البخاري وغيره حتى لا يجي واحد يقول أنت جاي مثلا اجيب من كتب أنا ما أجيب من كتبنا عدنا كتبنا ما شاء الله وفيها من العلم والمعلومة ما لا نحتاج به إلى غيره ولكن من باب من فمك أدينك مولانا القرآن الأول يعني الخليفة الثاني لما يتحدث في كثير من المسائل اللي تعصى كانت اليوم يجدئلها حل منه كان يحل هذه الأمور علي صلوات الله والسلام علي الإمام أمير المؤمنين فهو ماذا كان يقول يقول لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن لا أبقاني الله لمعضلة إلا ولها أبو الحسن علي فينا كما تقول فلانا علي فينا شبه المحك للتبري علي أقضاكم علي مع الحق والحق مع علي علي على القرآن والقرآن علي أفقه الناس علي أعلم الناس علي علي هذا الذي هو أعلم الناس أحق بالهداية أم غيره يقوم مولانا بالبصرة أو بالكوفة بالكوفة يسألون الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسهل هذا يعني مدفع ترى عن أهل الكوفة بمقدار ما هو إثبات للحق لأنه كثير من الناس يقولون الكوفة شيعة كانوا وشيعة علي هم من قتل الحسين الكوفة ما كانت شيعية بذاك الوقت الكوفة ما كانت شيعية والدليل هذا الذي سأقوله الآن طبعا يعني الكوفة معروفة الكوفة يعني الشيعة كلهم ميجون خمس واحد يعني واحد من خمسة واحد من خمسة خمس أهل الكوفة كانوا شيعة وإلا أربعة من خمسهم من المدرسة الأخرى من المدرسة الأخرى وأدلة كثيرة أيسا واحد من الأدلة هذه التي لها علاقة بالموضوع الذي نتحدث يقوم واحد يسأل الإمام أمير المؤمنين في الكوفة في مسجد الكوفة والإمام هو الخليفة الخليفة السياسي أقصد وإلا هو إمام مفترض الطاعة بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فاصل مولانا يقوم واحد يسأل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول له سيدي ما تقول في المسألة الفلانية مسألة إرث ما أسألت إرث السمارة حتى تقول بالتفاصيل الإمام روحي له الفدا يدري هذا الرجل اللي جاي يتحدث مو من أتباعه يدري هذا مو من أتباعي فماذا أجابه أجابه قال أما على رأيي والإمام مو صاحب رأيي صاحب قول حقيقي ولكن حتى يبسط المعنى قال أما على رأيي فإنه يورث أو لا يورث وأما على رأيي الشيخين فيورث أنا على رأيي ما يورث أو العكس هذا القضية اشتباه من عندي المهم رأيي غير ذاك الرأي يقوم مولانا واحد من بين الجمع يقول له يا أبا الحسن إن رأيك مع الشيخين أحب إلينا من رأيك وحدك شنو معنى؟ معنى ذول شيعة؟ مو معنى أنه شيعة زين سؤالي أسه بغض النظر شيعة مو شيعة؟ يعني من أكو اختلاف من أكو اختلاف بين المسلمين في مسألة الأرض وهي من المسائل الحساسة من المسائل الحساسة إذا أكو خلاف إذن أيهم يدعو إلى الله؟ أيهم على بصيرة؟ علي بن أبي طالب كان يدعو إلى الله على بصيرة أو ذولاك الشيخين مثلا كانوا يدعون إلى الله لأن هذا جاء يقول له أمير المؤمنين يقول له أنا أقول وهم يقولون يقول له إن رأيك إليه إذن أكو خلاف إذن أكو خلاف أيهم يدعو إلى الله؟ يعني أنا خب أنا أدري قصدي بس أقول يعني بالنقاش لما تناقش نقاش علمي تعال منه يدعو كلهم يدعون إلى الله فإذن هذا الرأي فاسد أنه الذي يقول كل من آمن وكل من أسلم وكل من لا لا بد أن يكون على بصيرة يعني على إدراك كامل بإرادة الله تبارك وتعالى فإذا كان على إدراك كامل إذن مو كل واحد لأن مو كل واحد عدة هذا الإدراك مو كل واحد عدة هذه القوة في تمييز الحقي من الباطل وإلا لو كان هناك قوة إرادة وقوة تمييز بين الحق والباطل مولانا ما وقف ذلك الجيش أمام سيد الشهدائي ومعاشورة الإمام الحسين يقول لهم على ما تقاتلوني على شرعة بدلتها سنة غيرتها تطالبوني بدم قتيل لكم قتلت نقاتلك بغضا لأبيك إذن إذن القضية وإذن وإن الحق أيهم يدعو إلى الله الحسين له دولة فقط عن هذا سؤال يعني سؤال يعني استدراكي مو سؤال حقيقي قطعا الحسين هو صاحب الدعوة إلى الله ولكن هؤلاء هم كانوا يقولون إحنا مسلمين وقلوا إحنا مؤمنين يصلون مفروض يعني يصلون ويعزفون على الطب يصلون مولانا ويلعبون بالقرادة والخنازير الإمام الحسين يقولهم يزيد عازف على الطبل لاعب بالقرود والخنازير وكذا قاتلوا النفس المحترمة مثلي لا يبايع مثله هو ما بايع أبوي على كل حال مولانا فإذن هؤلاء يدعون وإلى الآن مولانا للأسف الشديد تجد بعض الأصوات النشاز تقول أن يزيد أميرا للمؤمنين معاوي أميرا للمؤمنين هذه أصوات نشاز حتى أهل السنة والجماعة ما يقبلون عليها كثير منهم ما يقبل على هذه الأصوات ولكن تجد هذه الأصوات إلى الآن تجد هذه الأصوات إلى الآن يقولون أن يزيد بن معاوي مولانا أميرا للمؤمنين عمر بن سعد عليه اللعنة عمر بن سعد مولانا يقول الراوي مولانا لما قتل الحسين عليه السلام واقف عمر بن سعد يبكي على الحسين واقف يبكي على الحسين جاءت إذا مؤمن هالشكل وعدك غيرة وعدك هذا شكوا هذا المعنى مول رواية اللي تقول أن مولاتنا زينب روحي فداها خرجت عمر بن سعد ينظر إلى خارجة من خيام الحسين امرأة خرجت من خيام الحسين شبث ابن رجعي ابن ربعي واقف إلى جانبه يقول لأتعرف هذه الخارجة طبعا هو نفس السؤال يحتاج له إلى محاضرة ليش عمر بن سعد يسأل مولانا ليش لأنه رأى هيبة ورأى جلالة ورأى صبر ورأى قوة ورأى كل ما يمكن أن يتعلق بهذه الكلمات رأى امرأة شامخة ما مكسورة امرأة في خيام الحسين فقدت كل الرجال فقدت كل الرجال ومعدها أحد بعد سبعة من الأخوة سبعة عشر هاشمي سبعة عشر هاشمي على أقل الروايات وهناك من يقول أنه في يوم عاشورة من قتل من الهاشميين خمسة وثلاثين واحد أسس باطعش مولانا سبعة من الأخوة اثنين من الأولاد واحد هي مربيتة من أولاد عبد الله بن جعفر غير بعد أولاد الأخ وغير أولاد العم مولانا ويشوف طالع امرأة عندها ذاك العز والشموخ والصابر فتعجب من صبرها ما يتخيل أكو امرأة هالشكل ولكن شبث ابن ربعي يعرف أن زينب هذه مواصفاتها يعرف مواصفات اللب والهاشمية مولانا قال هذه زينب ابنة علي من الوصف الذي خرجت به وإلا هو ما جايفه يحيى المازني يقول جاورت علي ابن أبي طالب في الكوفة خمس سنين ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوته أنا ما سمع صوته ولا شيء خمس سنين جار حيط على حيط الآن المؤمنات صوتهم بالشارع ما شاء الله على كل حال مولانا ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوته شبث يقولها بل هذه زينب لأن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على لبوة آل محمد إلا على عقيلة الطالبيين قال ويحك أهذه زينب مرجيش فلينفرج لها سماطين مولانا انفرج لها الجيش سماطين جاءت إلى الجسد السليم رمقت عمر بن سعد بطرفها دموع جاري على خده يقول الراوي حتى بلت لحيته رمقته بطرفها صاحت به ويحك يا ابن سعد نهرته نهرته ويحك يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه ثم مولانا جاءت إلى الجسد جلست عند الجسد السليم بأبي وأمي قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره جالت ببصرها نحو السماء وصاحت إلهي إلهي يتقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك آجركم الله ثم أرجعته وكرتنا قامت بأدوارها جمعت اليتام جمعت الأرامل آجركم الله لما جن عليها الليل كأني بها تلتفت إلى جهة النجف إذ قل أبو يا أبو يا أبو يا أبو يا علي الليل أدوانا حر موضعيف ومالي أحد أريد صوتك جزاك الله خير ساعدني هي دقيقتين ثلاثة إذ قل أبو يا علي الليل لها آآ 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 بعد أطمع صوتك أعلى يصير أبو يا علي يا ليل يا لها وآآ آآ 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 ونحرم وضعيف ومآ آآ 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 والقلاب يضمد بالحسين يا نال عندي يا أيد وابن والد العباس ما أراد يخلصوها لي الله يا أهل حايد يا أهل حايد عاجركم الله يقول أرباب المقاتل أن مولاتنا زينب بعد أن أدت ما عليها من فروض وواجبات انفردت بنفسها بعد منتصف الليل لتصلي صلاة الليل ولكن صلت هذه الصلاة من جلوس يلتفت إليها زين العابدين قال عم ما لي أراك تصلين من جلوس قالت بني علي إن مصاب أبي كسر ظهري عجركم الله يا أهل وكان الليل ساترا لبنات الرسالة لذا يقول الشاعر عسعس الليل ورأى بذل أوجهنا أو تنفس وجه الصبح يبدأ يا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرم يا الله 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 اللهم بالحسين الوجيئيه وجده وأبيئيه وأمه وأخيه واتسع المعصومين من بنيه فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض لا سيما المنظورين والمقصودين في مجلسنا هذا يا أرحم الراحمين اللهم عجل فرج وليك الحجة بن الحسن واجعلنا من أنصاره ومقوية سلطانه ومن الذابين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وهب لنا رأفته واشركنا في دعواته بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين المؤسسون تقبل أعمالهم بأحسن القبول إلى أرواح يمواتهم مع موت الحاضرين والمستمعين رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلوات موسيقى موسيقى موسيقى